التعلم الألمانية المئة صفة والحالة الأكثر استعمالا في اللغة الألمانية Die meisten verwendeten Adjektive und Adverbien im Deutschen السلام عليكم في هذا الدرس سوف أستعرض عليكم المئة صفة والحالة الأكثر استعمالا في اللغة الألمانية من وجهة نظري لنبدأ في الدرس المئة صفة والحالة الأكثر استعمالا في اللغة الألمانية هم كالآتي نبدأ schnell وتعني سريعا أو سريع تستعمل كصفة أو حالة على سبيل المثال أهد دي أوفقاب شنال أهد دي أوفقاب شنال أليد أنجز الواجب بسرعة أو سريعا أهد دي أوفقاب شنال أليد أنجز الواجب بسرعة أو سريعا glücklich تعني سعيد glücklich سعيد على سبيل المثال ich bin sehr glücklich أنا سعيد جدا راض كما أنجز الواجب بسرعة لأنجز الواجب بسرعة حاسد حاسد نايدش على سبيل المثال إست نايدش أف ماي نويس أوتو إست نايدش أف ماي نويس أوتو هو بحسدني أو حاسد على سيارتي جديدة تعيس تعوغش تعوغش تعيس على سبيل المثال إش بي سيطروريش هوت إش بي سيطروريش هوت أنا تعيس أو غير سعيد جدا اليوم مبالل ناس ناس مبالل ناس مبالل على سبيل المثال إش بي ناخ دم ريجن ناس جدا إش بي ناخ دم ريجن ناس جدا أصبحتو مباللن بعد هطول المطر إش بي ناخ دم ريجن ناس جدا أصبحتو مباللن بعد هطول المطر هناك تعني دا دا هناك داس بوخ لقت دا الكتاب موضوعا هناك داس بوخ الكتاب لقت دا في البيت تعني دا هايم دا هايم إش بي ناخ دا هايم أنا في البيت إش بي ناخ دا هايم أنا في البيت في البيت كذلك لقت تحوزة على سبيل المثال إش بي نشون تحوزة أنا منذ مدة في البيت أو أنا في البيت منذ مدة إش بي نشون تحوزة عادي إيقال إيقال على سبيل المثال إيستميع إيقال إيستميع إيقال كل شيء عادي بالنسبة لي أو هذا عادي بالنسبة لي جميل شون على سبيل المثال Das Wetter ist schön heute التقس جميل اليوم تقريبا تعني fast على سبيل المثال لقد انتهيت تقريبا من هذه المهمة على سبيل المثال لدي قدر كاف من المال بكل سرور على سبيل المثال أساعدك بكل سرور هنا هي ايضا دائما ايما ايما ايش بن ايما اندر بي 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 Jag fine ima in der Libya ايش بن ايما ان در بي 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 biz tec الآن على سبيل المثال أنا أشاهد الآن التلفاز أحيانا تعني على سبيل المثال ما هو المنشمال عند بيبليوتك أنا أحيانا متواجد في المكتبة أو أنا متواجد في المكتبة أحيانا غالبا أو أغلب على سبيل ميست أغلب الناس فقراء ما زال نوخ إش بن نوخ زو هاوزة ما زلتو في البيت إش بن نوخ زو هاوزة غالبا أوفت إش بن أوفت hier وتعني أنا دائما أو غالبا هنا إش بن أوفت hier يميناً يميناً ريشتس جينزي بيتا ريشتس إذهب يميناً كثيراً تعني زا زا كثيراً زا على سبيل المثال إش بن زا جلوكليش أنا سعيد جداً إش بن زا جلوكليش عن مضض أم جان على سبيل المثال إش كي أم جان إن دي شولة أذهب إلى المدرسة عن مضض أو أنا أذهب عن مضض إلى المدرسة في سفر في الطريق تعني إش بن أنا مسافر أو أنا في سفرة أو أنا في الطريق كثيراً تعني فيل على سبيل المثال إش هابة فيل لأي تشاهد إش هابة فيل لأي تشاهد رأيتو الكثيراً من الناس قليلان wenig إش هابة فيل إش هابة فيلش جلد إش هابة فيلش جلد لديا القليل من المال في كل مكان überall überall شلشت منشن سنت überall الأناس الأشراع أو الأناس السيئون في كل مكان شلشت منشن سنت überall آلت تعني قديم أو كبير في السن على سبيل المثال من أوتو إس زى آلت سيارة قديمة جداً آرم وتعني فقير أو مثير للشفقة على سبيل المثال في أفريقيا هناك الكثير من الفقراء بلش تعني زهيد غير غالي على سبيل المثال بالمثال دس جيكاوفت هاوس استوى دس جيكاوفت هاوس استوى المنزل المشتر غالي الثمن بوزة وتعني شرير أو غاضب على سبيل المثال زي ميا نشت بوزة لا تكن غاضباً علي أو لا تغضب مني زي ميا نشت بوزة دك تعني سمين على سبيل المثال إس زى دك إنه سمين جداً غير نظيف متسخ على سبيل المثال الغرفة متسخة دونكل تعني مظلم على سبيل المثال إس فياد لنقزم دونكل وهنا المعنى أصبحت شيئاً فشيئاً ظلماء ونقصد بذلك أصبحت نقصد أصبح ليلاً نعني بذلك أصبح شيئاً فشيئاً ليلاً دم تعني غبي زي نشت دم لا تكن غبياً زي نشت دم عزو دن نحيف ونعني بذلك ماين شوستة إست زي دن هذا مثال أختي نحيفة جداً ماين شوستة إست زي دن أختي نحيفة جداً إليغانت آنيق دا شوشبيلاً أختي نحيفة جداً أختي نحيفة جداً أختي نحيفة جداً تعني كسول على سبيل المثال أسكي بتفيله فاولاً شتودنتن أسكي بتفيله فاولاً شتودنتن وتعني هناك أو يوجد الكثير من التلاميذ الكسلاء فلايسش تعني مثابر على سبيل المثال إر عبايتت إر عبايتت أو إر عبايتت فلايسش تعني يعمل بجد ومثابرة فرو فرو تعني باكر إشتيه إما فرو آوف أستيقظ دائماً مبكراً إشتيه إما فرو آوف فروليش مفرح على سبيل المثال إش بن زي فرو لش أنا فريح جداً فرويندلش وتعني لطيف على سبيل المثال ديمينشن إن ديزم لاند زند فرويندلش فرويندلش تعني لطيف وهي صفة تستعمل بكثرة على سبيل المثال ديمينشن إن ديزم لاند زند زي سند فروندلش أمناسو في هذي المدينة لطفاء أكل الخضار صحي غوس وتعني كبير طويل على سبيل المثال إست غوس هو طويل هايس تعني حار ساخن على سبيل المثال زي فوزيش تش دي فانا إست هايس زي فوزيش تش دي فانا إست هايس وتعني أحذر المقلات ساخنة هوخ وتعني عالي دي برق إست هوخ الجبل عالي يونج وتعني شاب صغير في العمر إلى غير ذلك دي برق إست يونج أخوك صغير كالت وتعني بارد على سبيل المثال ميا إست كالت وتعني أنا بردان كابوت كابوت مكسور أو تعب هات تسفنستا كابوت كمخت لقد قام بكسر النافذة وعندما أقول أنا تعب إش بن كابوت إش بن كابوت تعني أنا تعب لست أنا مكسور إش بن كابوت وهي وهو تعبير دلالي وتعني أنا تعب إش بن كابوت أنا تعب أو شيء مكسور نقوله إطباس إست كابوت شيء مكسور على سبيل المثال داس جلاس إست كابوت الكأس مكسور داس فنسة إست كابوت الشباك مكسور كلاين وتعني صغير أو قصير دو بيست كلاين أنت قصير كستلش كستلش وتعني لذيذ تكوخن وعز كستلش الكأك أو الكأك كانت لذيذة جدا كنسبرش 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 وتعني مقرمش على سبيل المثال المثال عفوا داس بروت لا يست دير بروت داس بروت إست كنسبرش داس بروت إست كنسبرش وتعني الخبز مقرمش كرانك وتعني مريض على سبيل المثال داليرا إست كرانك المعلم مريض كرم وتعني أعواج على سبيل المثال دي بانت إست كرم وتعني الحائط أعواج لوت وتعني بصوت عالي على سبيل المثال دي موزيك إست لوت دي موزيك إست لوت الموسيقى عالية أو صوت الموسيقى عالي لير لير وتعني فارغ دا أيمة دا أيمة السطل إست لير السطل فارغ دا أيمة إست لير لاشت وتعني خفيف أو سهل على سبيل المثال دي أفقاب فا زيال لاشت الفارس أو الواجب كان سهلا جدا لايزا بهدوء بصوت منخفض على سبيل المثال دا سراد لايزا الراديو يشتغل بصوت منخفض ليب لطيف ليب على سبيل المثال داين زون اس ليب وتعني ابنك لطيف إلى غير ذلك لستش وتعني ضريف مسلن على سبيل المثال دو بيست لستش عندما يقول لك شخص دو بيست لستش تعني أنت ضريف أفن تعني مفتوح داس جشفت إست أفن المحل مفتوح جشلصن تعني مغلق على سبيل المثال داس جشفت إست جشلصن المحل مغلق غوش وتعني هادئ زاي غوش كن هادئن أو ابقى هادئن زوبة تعني نظيف على سبيل المثال داس سيما إست زوبة داس سيما إست زوبة وتعني الغرفة نظيفة شادلش مضر شادلش تعني مضر على سبيل المثال داس غوخن وده غوخن إست شادلش التدخين مضر شادلش تعني مضر غوخن وده داس غوخن إست شادلش التدخين مضر شارف شارف تعني حار أو حاد على سبيل المثال داس إست شارف وتعني الأكل طعمه حار جدا شلانك نحيف على سبيل المثال زي إست شلانك هي نحيفة شمال ضيق على سبيل المثال دا فيك إست شمال الطريق ضيق شفاق وتعني ضعيف على سبيل المثال دا شبور لا إست شواخ دا شبور لا إست شواخ الرياضي ضعيف شفاق تعني صعب شفاق على سبيل المثال دي بريفون وعش فيا الامتحان كان صعب شبات وتعني متأخر دا بوس كان زي شبات الحافلة أتت متأخرة شبورتلش تعني رياضي إست شبورتلش إنه رياضي تركن وتعني جاف جاف تركن دا شبات إست روكن الفستان جاف على سبيل المثال إست فندش ونعني بذلك بهذه الأست يعني التقس عاصر وتعني مضحك على سبيل المثال دا شبات دا شبات هذا مضحك أو إنه مضحك تساتلش وتعني حنون على سبيل المثال دا شبات جامع أم أممهات دا شبات ساتلش الأممهات حنونات غاضب تعني أرغلش على سبيل المثال إست أفزان موتر أرغلش هو غاضب من أمه أرغلش بهلفلش معين أو مساعد تسيستميز بهلفلش هذا معين لي كثيرا بيكانت معروف على سبيل المثال دا شن في إير تشتشكايت بيكانت الألمان معروفين بالجد في العمل بيغايت مستعد إش بن بيغايت دست ستون أنا مستعد لعملي ذلك إش بن بيغايت دست ستون بيشفتكت وتعني مشغول إش بن زي بيشفتكت إش بن زي بيشفتكت أنا مشغول جدا دانكبار شكور مدين تعني إش بن في دانه إش بن في دانه هل في زي بيشفتكت إش بن في دانه هل في زي بيشفتكت أنا مدين أو شكور أو شاكور لك على مساعدتك اينفشتن اينفشتن تعني موافق اينفشتن على سبيل لعملي ذلك إش بن مد دانه بيشفتن إش بن مد دانه بيشفتن أنا موافق على مخابتك انتوشت وتعني خائب الامل انتوشت اشبنزا انتوشت فون ايما انا جدا خائب الامل فيه وليس فيك فيه فيه هو اشبنزا انتوشت فون ايما انا خائب جدا فيه او خائب الامل فيه اشتعنت مستغرب اشبنزا اشتعنت ايبا زين بينامن انا مستغرب من تصرفي وليس من تصرفي اشبنزا اشتعنت ايبا زين بينامن فرتش منتهي من او تعب جدا كذلك تعني اشبن مدى عربايت فاتش انتهيت من الاربايت اشبن مدى عربايت فاتش انتهيت من هذا العمل او يمكن ان نقول اشبن فاتش وتعني انا منهكن جدا اشبن فرتش انا منهكن جدا جفنت متعود جفنت تعني متعود على سبيل المثال اشبن انكلت انا لست متعود عن البرد او على البرد انا لست متعود على البرد جد تعني جيد اشبن جد ام رشنن اشبن جد ام رشنن انا جيد في الحساب هفلش تعني مؤدب اشبن هفلش تدية انا مؤدب تجاهك او تجاهك لايس اتجاهه تجاهك اشبن هفلش تدية نت لطيف اشبن نت تدية انا لطيف معك ليس معه معك اشبن نت تدية اذا كنت تريد ان تقول انا لطيف معه اشبن نت تقيم شتولز وتعني فخور من الطن من الطن زند شتولز او مش والدية فخوراني بي واخيا اشكركم على الاهتمام يمكنكم تحميل الدرس على الرابط اسفل الفيديو لا تنسوا زيارة موقعنا الالكتروني والاندمام لصفحتنا على الفيسبوك وقناتنا على اليوتيوب ارجو ان يكون الدرس قد اعجبكم وسوف تجدون في البيدياف كل هذه الجمل وسوف اقوم باصلاح الاخطاء وكما قلت سابقا اذا تمكنتم من حفظ هذه المفردات المئة كلمة والمئة جملة والمئة صفة والمئة فعل في اللغة الالمانية يمكنكم التحدث بكل اريحية وبكل طلاقة في الحياة اليومية وفهم الكثير والعديد من الاشياء في اللغة الالمانية اشكركم جزيلا والى اللقاء في دروس قادمة